لا يهمنيش ان انا اندية من حقها انها تتمسك بحقها وفجأة تتنزل عنها بيترو جيت قال مش هلعب لا بعد المقولين الجونة كان لهم موقف وفجأة كل الاندية اللي انتو عايزين اللي انتو عايزينه ايه؟ بقى فيه شيء خلف السطاة يعني محدش هيضح بمصالحه كده اي؟ او هم عندهم معلومة متصربة بحاجة والنهاردة فيه تحركات طبعا لالغاء الهبوط لان لان الاندية دي بتستند برضو ان الموسم ده مش طبيعي مش مسألة انه استثنائي مش طبيعي في قدارته لم يحقق العدالة فهتخلي السنة الجاية كمان مش طبيعية؟ لا ده انت هتخلي مش السنة الجاية ده انت هتكمل كده لان كل سنة فيه فيه اسباب طول ما انتم شخصا الامور مش بتدرها انت بتدرها من منظور العناد ومين اقوى من التاني يا جماعة اتحاد الكورة هو الذي يفوت بالإدارة بالنيابة عن الاندية ولكنه ليس سلطة الاندية دي ما هياش تابعه يعني انت بتدير لمصالح الاندية فلما يقولولك حاجة فيها منطق فيها قانون فيها لوائح فيها انضباط اولى بك انت سامع مش تعند وتقوله هي كده وحتاردخ ما هياش مش ما هياش فيها مجال الاستعراض القوة طيب النهاردة انت داخل على البطولة وكل ما نتكلم تقول البطولة الافريقية واحنا عايزين عايزين البطولة دي وعايزينها وعايزين ناخدها وعايزين ننجح في تنظيمها وحننجح بتنظيمها لان اذا كان شعب مصر كله في ظهر المنتخب وفي ظهر تنظيم البطولة فالاهل سبعين في المية من هذا الشعب طب وسيكون في صدارة من يعملون على انجاح هذا طبعا وده مش محسوب لاتحاد الكرة عشان ما يبتديش يعني ده محسوب للجهة اللي اصرت ودعمت عشان تاخد البطولة عندنا الدولة المصرية الدولة 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 لها ارادة الدولة حطت امكانات عشان تنجح اعداد الملاعب عشان تنجح التنظيم انت بتستفيد من رغبة الدولة في انجاح هذا انك انت تكسب مزيد من الصلاحيات عشان تستخدمها بمزيد من الاسلوب الخاطئ كنت تستطيع بسهولة جدا 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 لان لك لو غميت عينك بعادلة كده انك ترتب كان كل الماتشات ده دليل يا استاذ إبراهيم ان الزمالك حتى ملعبش الماتش زيادة كان الأول علىك هيأجل اسماعيل والزمالك والمقاولين والاهلي لا ده تأجل والجونة كمان طب ما لعبتش لو انت يعني انت يعني بتقول انا متمسك باللي بقوله كنت لعبت طيب الجونة والاسماعيلي لما قلت بحس تخلي مطشين لكل فرق انما انت مش عايز كده انت مش عايز كده انت كنت مراهن على ان الاهلي حيدرب كورسي في الكولوب ويتحمل هو النتيجة وبقي باي واهجات منك وهنا استاذاجة بقى اه استاذاجة اه طبعا لو الاهلي كانت صارت بالطريقة دي هيه وهنا استاذاجة اه لكن لا انا هدفع عن حاقي واروح للناس عشان واذا اذا 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 انت عملت كل الوسائل ورحته لكل الوسائل وخصوصا ان الدراع طايلة قوي يعني انت بتشوف الاتحاد الافريق والمشاكل اللي فيه وانا بقولك هتنتيه كل الحاجات دي على ما فيش اه لان هو انت بتعيد لي ماتش ولا نخليها للحلقة الجاية دي هقولك يا ده بس ونقول تفاصيل انت بتعيد لي ماتش عشان فيه جون ما تحسبش وحصل عليه مشكلة ده انا دعم اني بتلتين وارا بعض سنتين وارا بعض عشان جون ما تحسبت ليش صحيح ودي برضو لازم يتباحس هنعمل فيها ايه دي قضية كبيرة جدا اذا